السلام عليكم ورحمة الله ازايكم عاملين ايه ده تعليق من صديقنا ابو مريم متعلق بمشكلة لقاها لما بيجي يفتح حساب الادسنز بتاعه بيلاقي انه بيقوله الحساب بتاعك مغلق ولازم اعادة تفعيل بيعمل اعادة التفعيل ويتفتح معاه يجي مرة تانية يدخل على الحساب يلاقي نفس الامر او نفس المشكلة هنتكلم عن الحل النهائي اللي المشكلة البسيطة دي وازاي ان احنا ندخل على حساب الادسنز بتاعنا بكل سهولة من غير ما تظهر لنا الرسالة دي والامر واحد سواء من الكمبيوتر او من الهاتف بس انا استخدمت الكمبيوتر على اساس تبقى الشاشة اكبر واوضح في الشرح حضرتك هتنفذ الخطوات معايا من الهاتف هتفتح متصفح جوجل كوروم وطبعا هتكون مسجل دخول بالجيميل الخاص بتاع الادسنز وهتحوله اصدار بسطح المكتب او الوضع الالكتروني وهنمشي مع بعض في نفس الخطوات اول حاجة هروح على البحث وهكتب جوجل ادسنز عادي بقى زي ما احنا متعودين ندخل على الحساب بتاعنا اهو بتفتح معانا الصفحة دي وانا بنروح على الاختيار الخاص بتسجيل الدخول المتابعة الى ادسنز اللي هو ده هندغط عليه ونشوف ايلا هيحصل زي ما انتو شايفين ظهرت معايا الصفحة دي بيقول حسابك على ادسنز مغلق يمكنك اعادة تفعيل حسابك على ادسنز ادنى ووقتها هنفحص الحساب بتاعك تمام فهضغط على اعادة تفعيل الحساب هلاقي الحساب بتاعي اتفتح مفيش اي مشكلة خالص ولو رحت على الدفعات هلاقي معلومات الدفع وكل حاجة متعلقة بالحساب بتاعي موجودة مفيش اي مشاكل تمام تعالوا بقى نرجع خطوة الورى ونفترض ان انا بعدها حبيت ادخل على الحساب بتاعي مرة تانية ايه اللي هيحصل دلوقتي انا برضو جيت في البحث كتبت ادسنز او جوجل ادسنز وفتحت معايا الصفحة ديت وهروع على الاختيار الخاص بالتسجيل الدخول المتابعة الى ادسنز اللي انا بتعود اضغط عليه هضغط هلاقي برضو الصفحة ظهرت معايا هي هي تاني بالرغم ان انا عملت اعادة تفعيل الحساب وفحصه زي ما قال طب انا كل مرة هعمل كده لا الحل البسيط بقى والنهاية ايه تعالوا بقى نرجع خطوة الورى تاني كأننا بالضبط دخلنا على المتصفح وبحثنا على ادسنز وفتحت معايا الصفحة ديت المرة ديت بقى مش هروع على تسجيل الدخول والمتابعة الى ادسنز لا هروع على اول اختيار اللي هو جوجل ادسنز كسب الارباح باستخدام ميزة تحقيق الربح هو ده اللي اختيار اللي انا هضغط عليه هضغط عليه اهو معاكو هتفتح معايا الصفحة ديت هقوم رايح على تسجيل الدخول مش هضغط على البد هروع على تسجيل الدخول طبعا انا مسجل طبيعي بالجيميل بتاع الادسنز هلاقي الصفحة بتاعتي اتفتحت معايا بالشكل الطبيعي العادي ومن غير بقى لا حسابك مغلق ولا اعادة تفعيل ولا الكلام ده يبقى كل الامر تعالوا بقى نرجع تاني خطوة الوراء ان انا لما اجي اكتب في البحث جوجل اتسنز هروع على الاختيار اللي جنبه كسب الارباح طيب في حاجة تالتة بقى غير الاختيارين دول تعالوا ننزل لتحت شوية كده متهائل ما فيش حد قال على الموضوع ده شايفين الاختيار ده اللي هو باللغة الانجليزية اللي بيطلب مني فيه التسجيل على اتسنز عشان يتفتح معايا تعالوا بقى نضغط عليه ده بقى الاختيار ده بيفتح لي مباشرة حسابي على طول ما فيش بقى حتى خطوة ان انا اضغط على كلمة تسجيل يعني لو حضرتك عايز تخش زي ما انت متعود على الصفحة على طول يبقى هتقم راية على الاختيار اللي باللغة الانجليزية ده تعالوا كده نرجع له تاني عشان برضو الناس تبقى عرفة اهو هو الاختيار ده اللي هتضغط عليه هيقوم فاتح معاك صفحة الادسنز او حسابك على جوجل ادسنز مباشرة يبقى بالتالي انت عندك اختيارين الاختيار اللي هو باللغة العربية جوجل ادسنز كسب الارباح بس بتعمل تسجيل دخول والاختيار التاني اللي هو باللغة الانجليزية اللي هو بيطلب منك ساين ان هو ده اللي تضغط عليه هيفتح معاك صفحة الحساب مباشرة وفي حاجة كمان برضو تسهل عليك الامر يعني هنضغط برضو على الاختيار ده فتح معايا صفحة على جوجل ادسنز هاجي شايفين الرابط ده كده هاخده نسخ وبعدين امراي على الصفحة الرئيسية بتاعة جوجل ادسنز عندي وامراي على علامة الزائد دي اللي هي اضافة اختصار واجي عنوان الURLD اضغط عليه واعمل لصق للرابط وقول له تم اهو شايفين بقى عندي اختصار لصفحة جوجل ادسنز موجودة على الصفحة الرئيسية بتاعة متصفح جوجل اول ما اضغط عليها هتفتح معايا الصفحة على طول يبقى دي برضو حل نهائي لو حبيت تفتح صفحتك مباشرة هيكون بيه الطريقة دي ادي الامر بكل بساطة وبالتوفيق للجميع وكالعادة في الختام بصلي على سيد الانام والسلام عليكم ورحمة الله